السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم خط الرئاس في فيديو جديد وفائدة جديدة اليوم ان شاء الله سنحاول نجاوب لكم على التساؤل المهم جدا يأتي مرات عديدة في القناة هل هو ممكن الصيد أثناء نزول المطار أو لا يمكن لهذا السبب ان شاء الله سنجاوب لكم فيديو مهم جدا ان شاء الله سنحاول نجاوب عليه على التساؤل المهم والمهم جدا خصوصا في هذا الوقت هل هو في فصل الشتاء اذا عدد كبير اخوة الكرام من الرئاس يقولون ان الصيد اثناء نزول المطار غير ممكن او لا يعطي نتيجة ولكن صراحة اخوة الكرام من خلال التجربة ممكن نقول انه ليس المطار هو من يمنع السمك من الاكل اخوة الكرام ولكن تقريبا ممكن نقول ان احساسه بتغيير المنزلة او كما نقول حالة البحر هي التي تسبب في متناع السمك عن الاكل يعني هذه ممكن لحظة اغلب الرياس اخوة الكرام انه في بعض الاحيان قبل ما يجي يشتاق تقلب البحر قبل ما يتنغز كالقوم نشاط كبير جدا للاسماك اللي انه تحس بتغيير المنزلة انه منزلة جاية مثلا الان ذاك يكون نشاط كبير للاسماك ولكن ذاك اللحظة بالطبط سنستغلها اكبر استغلال لانه من بعدها كي نقاطع الحس دي السمك مباشرة وان شاء الله اه غنحاول نعطيكم تجربتي كما هي اخوة الكرام وبالطبع تقبل الخطأ وتقبل الصواب كذلك يعني هذه تجربتي الخاصة اخوة الكرام ممكن غلط ولكن انا كنحاول فقط متشارك معكم المعلومات اللي عندي هنا اللي كنعرفها وكانت منها من الرئيس الاخرين يتبادلوا معنا المعلومات واعطونا معلومات اخرى ويسحوا الى كان خطأ هذا هو المبتغى من القناة اخوة الكرام احنا لا نريد الايطاحة من قيمة اي شخص نهائيا لانه الاختلاف الاراء رهوارد جدا ومهم الاغناء المعرفة ديها اي رئيس اذا الصيد اخوة الكرام اثناء نزل المطار ممكن نصيده ممكن ما نصيده هادو جوش لحالات كائنين طبعا اول حاجة اخوة الكرام غنبدو بها هي في الحالة ديها نزل المطار مع بحر هائج يعني ممكن يكون الامطار كتتساقط اخوة الكرام في نفس الوقت كاللقاء البحر ما منغوزش يعني ما كيش موجات كبيرة او هذا كتلقى البحر هادئ يعني وممتاز جدا وصالح للصيد هنا اخوة الكرام غنحاول نفرقو هذه النقطة ايضا الجوش لحالة اخوة الكرام هلا وهي ببعض الاحيان اخوة الكرام الانهو هنا كنت تكلموا طبعا على فصل الشتاء ره الصيد ممكن يكون افضل مما تتصور اخوة الكرام وهنا حسب جوش الحالة كما قلت لكم كاين واحد الوقت كتكون طيارة دافئة هي اللي كينا في المياه يعني كيكون الجو فصل الشتاء والامطار ولكن المياه كتلقاها دافئة هذه ره مهمة ومهمة جدا وبعض الاحيان العكس كتلقوا المياه باردة جدا اذا في طيارة الدافئة اخوة الكرام كنت منها ما نكونش اخلط عليكم المعلومات كتير ولكن رك نحاول نطققها اقصى ما يمكن اذا في طيارة الدافئة اخوة الكرام ركتكون غنية وغنية جدا بالاسماك يعني مليك نحسو بالمدافي وفوخات كل امطار رهما كنت مشكل نهائيا لانه اللي كيشكل عائق اخوة الكرام هو الامواج الكبيرة والطيارات الباردة اما لك انت طيارة الدافئة والبحر هذه اخوة الكرام ره هنا ره ممكن نصيده على اسمك شرو بشكل كبير جدا اسمك شرو طنشط بكترة فصل الشتاء خصوصا لك البحر هذه شوية وكانت طيارة الدافئة هنا ره فرصة لا تعود نصيده على الشرو كما قلنا ممكن نصيده على أبلاغ ممكن نصيده على الحنبل يعني المنكوس باللغة عند الاخوة في تونس يعني ممكن نصيده على شخار ممكن نصيده على الدبدوب ممكن نصيده على الدرعي انواع كثيرة وكثيرة جدا كلها تكون طفرة في هذا النوع ديال المناخ بالطبط هات الطيارة عفوان وانتقلوا للطيار البارد اخوة الكرام مثلا كانت طيارات الماء باردة جدا انا ذاك اخوة الكرام كمسح اغلب الرياس استادوا على الدرعي او على الصنور هات الاثنين فقط لغير يعني سماك الدرعي معروف جدا اخوة الكرام في فصل الشتاء كيكون في الطيارات الباردة يعني كيعشق طيارات الباردة وكيستاد فيها بشكل كبير جدا ممكن نصيده عليه بكل ارياحية والطريقة راه كانت في القناة اخوة الكرام باش منطولش عليكم الفيديو كانت طريقة باش كنصيده على اسماك الدرعي المنتاجات والفاصل وكل شيء مذكور في القناة دخلوا للقناة غتلقوا كل شيء اخوة الكرام وكذلك على الصنور تسمك صنور راه مذكور وفيه كل شيء لمعلومات اخوة الكرام اذا طيارات الباردة كما قلت لكم حاولوا تصيدوا على الدرعي وعلى الصنور وبالنسبة الحالة اخوة الكرام الثانية وهي حالة نزول المطار مع بحر هائج يعني هائج نسبيا ماشي يكون هائج كتير لكن هائج كتير غير جمع الباكتاش اخي الكريم مباشرة لانه هذا خطر اكتر من ما هو صيد يعني كنظروا على الهيجان نسبي هنا اخوة الكرام افضل شيء هو دائما نبحثوا على الاماكن العامقة يعني تكون مصايد عامقة ونبتعدوا على الشواطئ المسطحة يعني اللي كتكون فيها امواج كثيرة جدا كتتحبلين الخيط كتكون فيها الطيارات بفعل هذا الامواج هنا كيكون صعب الصيد كثيرا جدا ولكن المناطق العامقة ممكن يكون شاطئ ولكن كيكون فيه واد مثلا هنا هاد المنتقر هم ممتازة جدا الصيد لك اللي بحر محرك يعني لانه صنارة دي لنا الرصاص دي لنا كل شيء المونتاج تعني كيكون في العمق ولموج كيكون في فوق يعني بعيد على المونتاج دي لنا يعني ما كيت ترجع ليه بشكل مباشير خصوصا اللي كان ديرو البلونغ رابان او الرصاص اللي فيها الصاروخ اللي كان قولو ليه هنا راه ممتاز جدا غا تصيد بكل ارياحية هنا بالطبع كيما قلت لكم راه نستهجفو مباشرة اسماك الدرعي بشكل مباشير يعني كيما قلت لكم الدرعي او القاروس كان قولو القاروس باللغة العربية الاخوة العربة عارضة شيفهمه هو سمك القاروس والطعم اللي كان استعمله اهندا كيخوال الكرام بالسمك الدرعي واخد كنا ناكل شيف الفيديوهات الفريطة هو طعم البيضى البيضى هو السيبيا او اصبع الروتال اصبع الروتال ره مهم جدا او كما كان قولو ليه الاخطبط يعني الاخطبط القصبع دياله كان نقيوه كما قلو دائما حتى السيبيا كان نقيوها كان نزيل القشرة الخارجي ديلها كان خليوها بيضة بحل حليب كما كان قولو وكان طعاموها، كان ديروا قطع كبيرة هنا كان ترمي وكان ديروا صنارة كبيرة يعني منطر صحيح كاميرا بتلصح اخوالك لانه هنا في هذا الاجواء اخوالك رامي رامي ما كتكون لغالبة الاسماك الصغيرة كتكون قليلة جدا يعني اللي كيمر كيمر غير الوحش كما كنقولو درعي غليض كيكون كوربين غليض كيكون صنور كيكون الاسماك الكبيرة هنا كان حاولا نستعملوا البيضة دائما في هذا الجو اخوالك كان حاولا استعملوا البيضة لان كثير سمك وكتبان. اضافة للسردين طبعا. السردين كما نقول دائما راه ديها كل الفصول. آآ كان راه الفكرة وصلت اخوة الكرام انه راه وخا كيكون المطار راه كيم الصيد اخوة الكرام. فقط نفرقه بين اه الاجواء. لانه بعض الاخطر احيان راه ما كيكوش المطار نهائيا. ولكن كيكون طيار بارد جدا. يعني او كيكون البحر هائز جدا. هنا راه ايضا راه ما كينش الصيد. يعني تساقط المطار ما عندوش علاقة مع السمك على حد علمي والله اعلم اخوة الكرام. كين واحد لحالة اخرى تساقط المطار الوهيام اللي كي تكون امطار كثيرة. وكيدخل الواد في البحر. هنا حالة اخرى اخوة الكرام. يعني كيولي المحمر. هنا راه فعلان ما كيكونش الحوت. فقط سمك الصنور اللي كيكون في هاد الحالة. هنا اخوة الكرام ممكن نصيده على اسمك صنور فقط لغير. لانه هاد الاختلاط دي الماء وكيولي المحمر. يعني كالدخول الاتريب والاوساخ وهذا راكت جريعي للحوت. فعلان كيخسنت سنة وانا داك باش حتي صفى البحر عاد كنصيده. كنتمنى ان نكون وصلت لكم المعلومات كما هي يا اخوة الكرام. وإلا كان شي تعقيبة وشي تساؤل مرحبا بكم في تعليقات كيمة العادة. حنا راه الاشارة كنجاوبوه على تساؤلات دي لكم ان شاء الله. وبنسبة لاخوة العرب كيمة قلت لكم ان شاء الله بعد آآ شهر اخوة الكرام تقيم بعد انتهاء كاس العالم. ان شاء الله غادروا القناة باللغة العربية الفصحة. ان شاء الله باش تعمل المعلومات لكل اخوة. بارك الله فيكم. وشكرا جزيلا لكم على المتابعة. وإلى فيديو لاحق ان شاء الله. بارك الله فيكم.